مرحبا أهلا فيكم في فيديو جدا لقناتي إذا هاي أول مرة لكم بالقناة أنا علا بواشي مهندس مناظر طبيعية وصناعة محتوى متعلق بنباتات الزينة الفيديو الماضي حكينا عن نباتات مزهرة مناسبة للبلكونات الضلية بهذا الفيديو لحنا نحكي عن نباتات مزهرة مناسبة للبلكونات المشمسة أبل ما نبلش الفيديو حاب أذكركم أنه صار فيكم تحرزوا معي جلسات استشارة عنايب النباتات فيني ساعتكم عنايب نباتاتكم وعلاجها إذا مهتمي فيكم تلاقوا الرابط تحت خلينا هلأ نبلش بالفيديو أول نباتة حنحكي عنها هي نباتة المجنونة أو الجهنمية سموها هاد الاسم بسبب كثافة زهرها وإنها بتظهر طول السنة بتحتاج شمس مباشرة لمدة 6 ساعات على الأقل يومياً ما بتحتاج كثير ري خارج فتاة الإزهار بس بموسم الإزهار لازم تنصقها يومياً وحتى أحيان نصقها مرتين باليوم إذا كان درجات الحرارة عندنا كثير عالية بتحتاج تسميب مرة بالشهر لحتى الضل صحية ولازم نقلمها على الأقل مرة بالسنة بأواخر الشتاء وبداية الربيع لحتى الضل شكلها منتظم تتحمل درجات الحرارة العالية وبتنجح زراعتها بالبلاد العربية بسهولة تحتاج تربة عالية التصريف وتكون خصبة ممكن نضيف سماد حبيبات بطيئة الذوابان للتربة لحتى الضل خصبة طول السنة النبات الثانية اللي هنحكي عنها هي نبتة القرنفل أو زهرة القرنفل من النباتات اللي بتحب تربتها على طول الضل الرطبة لهيك لازم نصقها بشكل يومي تحتاج شمس مباشرة من أربع لخمس ساعات يومياً حسب مناخ المنطقة اللي احنا عايشين فيها من النباتات المفضلة عندي لأنها بتظلم زهرة طول السنة حتى بفصل الشتاء وتموت الزهرة بكفي انه نقلمها وليحتى الضل تعطينا زهور جديدة لهيك مهم كتير انه نضل نقلمها للنبتة لحتى تضل تعطينا ورق وزهور جديدة تحب التربة جيدة التصريف بكفي انه نضيف البرليت لتربة البيتوموس حيكون هذا النوع من التربة مناسبة لها النبتة الثالثة والاخيرة هي نبتة الياسمين من النباتات الحلوة والريحتها كتير حلوة بتحتاج الأربع ساعات من الشمس يومياً حسب نوع الياسمين بما انه الياسمين في منه أنواع كتير بيقولوا انه ريحت وازهار نبتة الياسمين متعلقة بدورة الامر ما عندي فكرة قديش هاي المعلومة صحيحة فاكتبيلي بالتعليقات اذا عنكم فكرة ياسمين من النباتات الحساسة والضعيفة ومرة تحمل الهوى البارد والرياح بالشتاء لهيك اذا انتو حاطين نبتتكم مكان بيجي عليها هوا لازم تحطو لها مانع للرياح منشان يحميها أنا نبتتي بالشتاء كلها تصفرت ومات بسبب الريح بس ع الربيع واتقلمتها رجعت عطتني بفروع جديدة الياسمين من النباتات اللي بيحب تربطه على طول الضل رطبة حتى بفصل الشتاء وبفصل الصيف لحتى تحموها من انه تنشاف لازم تسقوها بشكل يومي بالنسبة لتسميد نبتة الياسمين حنحتاج انه نسمدها بشكل شهري بسماد عالي الفوسفور لانه مادة الفوسفور هي المادة اللي بتساعد النباتات انها تزهر بالنسبة للتسميد حنحتاج انه نسمد نبتتنا بفترة الربيع وطول فترة الازهار بسماد عالي الفوسفور لانه الفوسفور هو المادة اللي حيساعد نبات انه يضل يعطينا زهور بالنسبة للتقليم حنحتاج انه نقلم الفروع والزهور الميتة بشكل مستمر حتى نحافظ عليها بشكل صحي وفورم صحي والضل تعطينا زهور جديدة لح تحتاج نبتة الياسمين لدعامات لأن فروعها وأخصانها كتير ضعيفة وسهلة الكسر أنا شخصيا أكتر سؤال بيجيني متعلق بين نبتة الياسمين أن نبتتهم ما عم تزهر شو الشي اللي بيخلي النبات تبعنا ما يزهر أول شي موضوع التسميد مثل ما ذكرت السماد اللي لازم نستخدمه هو سماد عالي الفوسفور فإذا عم استخدموا سماد للنباتات الورقية وما فيوا فوسفور نبتتكم ما لح تزهر بس حتعطيكم مرأة جديد الشي الثاني ممكن أنه ما عم تاخد شمس مباشرة فترة كافية تحتاج أنه تحطوها بما كان مشمس أكتر وسبب الثالث أنه أنتوا ما عم تقلموا النبات تبعكم نبتة الياسمين مثل ما ذكرت ببداية الربيع لح تحتاجوا أنه تقلموها لحتى تحفزوها على الإزهار هذا هو كل شي لفيديو اليوم بتمنى يكون عجبكم إذا عنكم أي اقتراحات لنباتات مزهرة بتعيش بالشمس المباشرة كتبوا ليها تحت بالتعليقات وإذا بتحبوا محتوى النباتات ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لي فولو على مواقع التواصل الاجتماعية التانية وإذا عنكم أي أسئلة متعلقة بالعناية بالنباتات فيكم تشتركوا بجروب الفيسبوك تنشروا أسئلتكم وصور نباتاتكم هناك وأنا وأعضاء القروب لح نجاوب على أسئلتكم وشوفكم في فيديوهات الجاي باي باي